أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم رمضان 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 الخير يا رمضان فيض من العلم والإيمان صيبه عم الوجود وساق الخير للنسمي عم الوجود وساق الخير للنسمي أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم أيامك الغر بالآلاء والنعم أقبلت يا رمضان ترجمة نانسي قنقر العلماء عرفوا الوقت فقالوا في تعريفه هو زمن السير إلى الله فالوقت في كليته وشيء خليك تمشي إلى الله تعالى فكل مرحلة تقطعها هي شيء بيدنيك من الله سبحانه وتعالى الوقت في رمضان يرتبط دائما بفكرة التوقيت بفكرة التوقيت اللي هي افعلها صح ادركها صح استدركها صح يعني ما في هناك مساحات بينية لعدم اللحاق يعني يا تكون من الناس المتقدمين في رمضان أو أن تكون من الناس الذين يحاولون أن يكونوا مع المتقدمين لكن المعطى الثالثة اللي هي واحد ما بيتحرك أو ساكن أصلا رمضان ليس محلا للسكون رمضان بيئة موارة بالحرك في حيوية وفي روحانية فما عندك مساحة للتوقف فنرجع نكمل فكرتنا في الجزء الأول اللي كان عن الرقم الرمضاني اللي هي المنعطفات التي سنلقى الله تعالى فيها لما كان الإمام ابن المبارك يتأخر على الناس اللي ينتظروا أحياني يخرج له متأخرا أصحابه جالسين يتوقع مجيء ما يجي فيقولوا أين كنت قال والله شغلت عنكم بمجالسة رسول الله وأصحابه رسول الله وأصحابه كيف عليه الصلاة والسلام اللي هي كانت الكتب فإذا جالست كتابا تهبين لك وتخيل إليك أنك تجالس رسول الله من خلال أحاديثه وسيرته والصحاب الرواه فما بالك لما يكون الإنسان يجالس الله تعالى عز وجل يعني عنده توقيت للقاء الله سبحانه وتعالى فنرجع الآن كيف نحلق بجناحي الإدراك والاستدراك في الرقم فكيف يكون هذا سبق وتكلمنا عن إيش ليلة الدخول ليلة واحد وتكلمنا عن واحد رمضان نفس اليوم واحد رمضان إيش اللي يحصل فيه زي ما قلت حين تصلي الفجر في هذه اللحظة ثبت عينك على الجائزة ليش ينحط في رصيدك العمري اللي هي استئنافك مع بداية الشهر قيمة حياة هذا الشهر اللي هي إن شاء الله بإذن الله ستعيش شهر ثلاثين يوم أربعة أسابيع ثمانيات آلاف ومدركام ساعة هذا الحسبة كلها لما توضع أعطي ترصيدا لتثبت عينك على الجائزة اللي هي تخيل من تريد أن تكون في ليلة الختام يعني حين يعلن انتهاء الشهر وتجي تكبيرات العيد الله أكبر الله أكبر هذه الليلة حين يعلن دخول العيد مدفع العيد من تريد أن تكون ليلتها هذا معنى ثبت عينك على الجائزة يعني ماذا تريد الله تعالى أن يسميك وماذا تريد أن تسمى تجربتك إيش تتمنى أن تسمى تجربتك في السماء عليه الصلاة والسلام قال لكل عبد صيت في السماء يعني سمعة فإيش السمعة المحصلة النهائية اللي تريد أن تحصل عليها يجب أن تملك جوابا لهذه الجزئية وأنت ساجد في صلاتك في الفجر أو أنت منتظر لشروق الشمس فجرا إذن كانت هذه المحطة رقم اثنين ليلة واحد الليلة الدخول اللي هي زكاة البلوغ ورقم اثنين فجر واحد رمضان اللي هي ثبت عينك على الجائزة عشان تتحرك بسرعة أكثر ويصير عندك تسارع أعلى من مستوى الزمن المتاح لك في رمضان المحطة الثالثة يعني لو أخذنا بمن صحح هذا الحديث اللي هي أو أن هذا الحديث يعني يرقى إلى مستوى أنه حديث يؤخذ به إذا رمضان مقسم بوفق هذا الحديث ثلاثة أقسام أوله رحمة وأوسطه مغفرة وأخيره عطق من النار فهذه ثلاثة محطات المحطة هذه الأولى هي إيش عشرة العشرة الأولى هي عشرة إيش عشرة الرحمة عشرة الرحمة بدأت أفكر طيب هذه الرحمة كيف أقدر أنا أفهمها مو الله بيرحمني طوال الأيام طوال العمر منذ أن كنت نطفى في رحم أمي إلى أن أنتهي وأغادر هذه الحياة إلى الحياة الأكبر بيرحمني جل جلاله فما هي فكرة الرحمة أساسا في الموضوع فوجدت أنه هي رمزية لشيء أنه الله تعالى يرحم ومن تجليات رحمته علينا خاصة في رمضان أن يعطينا فرصة لنرحم أنفسنا من أنفسنا العشرة الأولى عشرة الرحمة أفهمها أنها محطة لنرحم أنفسنا كيف نستطيع أن نرحم أنفسنا أي أن نتعمق في العشرة الأولى في الإحساس بأن أنا بدأت ألم شعثي أطبطب على نفسي أرحمها من مهالكها أرحمها من شكواها المعدة بالصيام بدأت تستريح ارحمني الأصوات تعرف أحيانا الواحد أما يلخبط ويكبسها إيش يصير طلع أصوات صح أو لا لا القربعة اللي يسموها هذه موجودة اللسان يرحم من كثرة القيل والقالة لقل 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 زي ما يقول بعض الناس أليس كذلك فتجد أن كل شيء يرحم فيك الجارحة التي تعودت على المعصية بترحم أنه خلاص أنهكت في استعمالها فيما لا يليق بها فتخيلوا المنظومة كيف بتمشي فالعشرة الأولى هي عشرة الرحمة يعني معيارها الأساسي ارحم نفسك قد ما تقدر يعني كن منعكسا لفيض رحمة الله تعالى التي تتحرك في بحار واسعة لا يدرى أولها ولا آخرة فهذا هو المنعطف الآن الجديد اللي هي العشرة الأولى ثم تأتي العشرة الثانية اللي هي عشرة المغفرة أو أوله رحمة وأوسطه مغفرة إيش اللي بيصير في هذه العشرة أنا أتصور أن المغفرة دائما ترمز إلى شيء ترمز إلى في هذه العشرة اللي هي العشرة الوسطى كوني يغفر لي فمعنى أني عندي فرصة أن أحول بفضل الله سيئاتي حسنات فهي مؤشر للمضاعفة يعني الله بيغفر لي يعني اشتغل أكثر لأنه أنت عندك سيئات آثام ذنوب تريدها أن تتغير اللي هي يبدل الله سيئاتهم حسنات تريد أن تستثمرها لدافع للإحسان لأن الإنسان لما يقصر أو يفرط أو ينخفض جهده ويفتر إيمانه لما يبغي يشتغل ويستدرك ضعفه يحركه إلى القوة عجزه يحركه إلى أن يكون أصلب وأقوى فإيش اللي بيسير في العشرة الوسطى هي عشرة المضاعفة يعني يلا عندنا لك عطاء من المغفرة لا حد له فإيش تسوي المغفرة تحتاج إلى إعمال السبب ورحم الله يحيى من معاذ الرازل لما كان يقول اللهم إن كنا لا نقدر على التوبة في كل وقت فإنك يا الله تقدر على المغفرة سائر الوقت فإيش معنى في مغفرة معنى اشتغل أكثر عشان يحصل التبديل ففي جهد مضاعفة إذن هذه العشرة الوسطى هي عشرة المضاعفة الشحن الشحذ الامتلاء التعود على التسارع مو على السرعة يعني يصير عندك مو سير يصير عندك ركض لا لا مو ركض يصير عندك بداية انطلاق لا مو انطلاق يصير عندك تحليق يا ناس لازم يكون عندنا أجنحة لازم ندمن مو زي الدعايات اللي تقول عندك جوانح خذلك لا يا أخي لا أجنحة لازم نطير لأن هذا معنى الشوق رمضان عالم شوق فما نحتاج إلى إيش إلى الأجنحة إذن هذه محطة إيش العشرة الوسطى دائما الوسط هو مركز الثقل الذي يزن الكفتين والكتلتين بنسبة من التأرجح فإيش اللي بيصير إذا دخلنا على محطة العشرة الأواخر العشرة إيش الأواخر طوحني أنا ليش أضحك لأن كمية الضعف في العشرة الأواخر تصير واضحة كمية الانصراف عن الجائزة اللي ثبتنا أعيننا عليها في يوم واحد رمضان فجرا يغيب المعنى فبيصير شي غريب في إيش اللي بيصير العشرة الأواخر الله تعالى حط لنا في داخلها خمسة محطات نحن طوال الشهر عندنا محطات رئيسية في العشرة الأواخر عندنا خمسة محطات عشان نحافظ على لياقة الأداء لأنه الآن يجب أن أصل إن شاء الله على الجائزة يعني العشرين يوم الأولى من رمضان هي إرادة الوصول والعشرة الأيام الأخيرة هي إدارة الحصول يجب أن تحصل على ما أردت الوصول إليه والسبب في هذا ليش هو حبا في الله تعالى لأنه عبارة عن سنالم درجات من المعرفة أليس كذلك؟ فما الذي يحصل؟ المحطات التي وضعت لنا في العشرة الأواخر الخمسة التي هي أرجى الليالي الليالي الوترية التي تبدأ من ليلة واحد وعشرين ليلة ثلاث وعشرين ليلة خمس وعشرين ليلة سبعة وعشرين ليلة تسعة وعشرين ليلة القدر لأن أنت كلما اقترب شهرك من آخره عليك أن تثمن قدرك وأن تجود قدرتك عليك أن تشعر مع نهايات الشهر بأنك ذات سامية بأنك الذات النبيلة التي تشكلت بمعطيات من التغيير تعدك لرحلة القوية الأمين في سائر الحياة هذه هي الفكرة الأساسية من ليلة القدر يا جماعة ليلة القدر الخيرية اللي في ليلة القدر ما هي إنها خير من ألف شهر يعني بس مفهوم حسنات وأجور لا في شيء أكبر اللي هي كمية التغيير والولادات النوعية يعني هناك خمسة ولادات بتحصل في العشر الأواخر في هذه المحطة مرة مهم جدا أن نركز على هذا المعنى معيار محطة العشر الأواخر كلمة واحدة كما يجب كما يجب إيش المعنى من هذا المعنى إنه في آخر أيام رمضان يصبح عند الإنسان قدرة على أي شيء يصبح عنده قدرة على أن يقول لا في مكانها ونعم في مكانها يصبح عنده قدرة على أنه إذا قصر يعوض إذا أساء أن يحسن يصبح عنده قدرة أن يتنقل بين أن يكون هو متحرك ذاتيا وبين أن يحفزه شيء ويحركه اللي هي أن يعود الإنسان سويا كما بدأكم تعودون كما بدأتم أول الشهر بقوة يعيدكم في آخر الشهر أقوى لأن المسألة هي عبارة عن تراكم كل يوم براكم لك عطايا وفضائله ودرجاته حتى تغدو بشرا ملائكيا هذه هي القصة يعني نسير منورين يا جماعة لدرجة أنه في العشر الأواخر يشهد الله تعالى الملائكة ما لأبناء آدم من فضيلة عنده سبحانه وتعالى آخر من عطف كلنا نسعى إليه حلاوت العيد حلاوت حلاوت العيد يصير العيد أيش عيدين طبعا في آخر رمضان عندنا تحدي يا أن يصير العيد عيدين ولا نجيب العيد مرتين ليش الخصين هذا في المحطة الأخيرة حق الموعد الأخير الأكبر هو ليلة واحد شوال صار عندك مكتسبات أجور حسنات درجات صار عندك تغيير نوعي صار عندك اختلاف صار عندك إدراك للفرق صار عندك صحو من غفلة وانتباه ويقظة صار عندك مبادرة صار عندك تخطيط صار عندك قدرة عضلة اللي هي إن الإنسان يصير ثابت كل هذه المكتسبات تأخذها وفي هذه الليلة أنت على المحك وإشكالية المحكات إن هي اللي تثبت لك قديش فعلا عشت التجربة بنوع كبير من التفوق والجذارة هذه الليلة هي الإشكال الكبير الشياطين بتستعد والنفوس والمعطيات بدأت تختلف والدنيا تبدأ تتحول فإيش اللي يصير تواجه كل هذا وحدك فليلة واحد شوال ليلة العيد هي الليلة اللي أنت تنحط فيها في اختبار الاجتياز أو اختبار الإجازة يا ربي إحنا مأجزين فأعطينا اختبار اجتياز وأرحمنا بأنفسنا من هذه الإجازات التي طالت اجتياز فإيش اللي بيسير في الاجتياز الذي يحصل التالي أنت بما اكتسبت داخلية من معطيات وأعطيت يعني أخذ درع واقي خلاص أعطيت برمجة جديدة أعطيت أسلحة جديدة أعطيت أمور مختلفة وأمامك كل الأعداء اجتمعوا الأعداء اجتمعوا والعادات رجعت والأبواب التي كانت مغلقة رجعت مفتوحة إيش اللي بيسير الافتقار للتثبيت رمضان نحلة يوسفية يعني كأنك في مكان سيدنا يوسف تقول لربنا عز وجل وإلا افتقار وإلا تصرف عني كيدهن هذه المعطيات أصب إليهن أصب إيش إليهن ويكون في الأخير من الجاهلين إيش معنى من الجاهلين كأني لم أبني شيء ولم أصل إلى شيء ولم يكن عندي شيء ولم أفعل شيء ولم يتغير شيء واضح لذلك هذه الليلة هي ليلة الافتقار للتثبيت أرجوكم في هذه الليلة علينا أن نقف على البساط أي بساط يقول لك قف على البساط بلا بساط وتمثل أخلاق الصغار يعني الأطفال بين يد أمهاتهم ولله المثل الأعلى وقل له يا رب أتتركني يا رب أليقا أعود كما كنت بعد إذ أنقذتني وغيرتني وعادة الله تعالى عز وجل بأنه يغير العبد ولا يعير بما كان أو بمن كان وتقول له يا رب كل الذي مضى حقا أنا تعبت وعائداته كانت حسنات لكن ليس هناك معطيات ولا تغيير اللهم ألم أولد في هذا الشهر أليس ابن عطاء الله يقول يا ربي ألم يقول ابن عطاء الله عبدك من العلماء والله ما عمرك من أول يوم ولدت وإنما عمرك من أول يوم عرفت وأنا عرفت ثلاثين افتقر تثبت وسترى آثار انعكاس هذا الافتقار عليك فيما سيأتي بعد ذلك لذلك آخر محطة هي الافتقار أول محطة هي الافتخار بالبلوغ وآخر محطة هي الافتقار عند الانتهاء فكرة المواعيد والرقم الرمضاني هي أكثر فكرة تمنحك شعور بأنه لن يفوتك مع الله شيء مطلق فلا فوت مع الله جل جلاله فكرة الرقم الرمضاني فهمتني أن الرمضان أو الرحانية تخطيط ما هي كية جاية بالعشواء وبالبركة من الجميل في فكرة الرقم الرمضاني أن كل المحطات والمنعطفات مع الله هي رمضان بحاله للنسان دايما نقطة بداية ونهاية إيش اللي يخلي الواحد ما يوصل للنهاية أنه مو عارف التفاصيل والرقم الرمضاني هي هذه التفاصيل أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم رمضان 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 الخير يا رمضان فيض من العلم والإيمان صيبه فيض من العلم والإيمان صيبه عم الوجود عم الوجود عم الوجود وساق الخير للنسمي عم الوجود وساق الخير للنسمي تبتلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعمي تبتلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعمي رمضان اشتركوا في القناة